محاكمة المعزول محمد مرسي وأهله وعشرته أو قيادات أهله وعشرته اللي كان فيها جلسة النهاردة وفيها جلسة بكرة النهاردة كانت قضية وبكرة قضية تانية في قضية التخابر وقضية الاعتداء على السجون وفتحها وحرق الأقصام الشرطة المسلسل بقى ما بيلاقيش إقبال الجماهير لا في الخارج من أنصاره وأنصار أهله وعشرته انصرفوا عنه تماما لأنهم مشغولين بحاجة تانية بالتأكيد التفجيرات والقتل والتدبير ما عندهمش مهمة التظاهر بقى التظاهر السلمي عندهم بيسموه تظاهر بإبداع اللي هو حرق سيارات الشرطة وقتل قيادات الشرطة أو القوات المسلحة وأخيرا أطل علينا كمان واحد اسم أحمد منصور رجل بيلعب حقبه على شاشة قناة الجزيرة ده بيقول اقتله الإعلاميين كمان ده الكلام ده بيقوله بشكل رسمي وفي واحد ما بنحبش نجيب سرته لأنه يعني لا يستحق الذكر أنه بيقول ده إنجازه بتاعه وشعف ايه للأسف دول من أهل جلدتنا ليه بقى مسألة اللي احنا شفناها في قضيتين رد المحكمة وبيقوم بالدور ده اللي اتنين المشاغبين بتحهم أو مهزوز الشخصية المكلفين بإصارة الشغب دائما ولعب الأدوار الكوميدية اللي هما محمد البلتاجي الليمبي سابقا وبقى كتكود دلوقتي بيحاول يرجع ليمبي تاني والاسمه صفوة حجاز اللي أنا إخوان لا مش إخوان أنا مش إخوان أنا نور الإله اللي هو شوية التفويت اللي بيعملهم دلوقتي في القفص ده ليه مسألة رد المحكمة هما جوه بالتأكيد بيقروا جرائد وبيتطلعوا على الصورة في الدنيا فبيلاقي البصاد بينسحب من تحت رجلية أولا البلد رغم كل اللي بيعملوا من عمليات ضرب وتدمير وتخريب ماشية يعني فيها إنجازات وخارطة طريق مستمرة في حاجات جديدة طرقت كمان ربما قضية أوكرانيا وهم بيتبقواها كده خفيف فلاقوا إن فيه ثورة في أوكرانيا ومن الممكن إنها تطيح بالرئيس وده صحيح يعني فيه محاولة لإطاحة الرئيس لكن الوضع في أوكرانيا انتهي إلى ضدهم الولايات المتحدة الأمريكية كانت عندنا في نصر بتقول لا ما فيش انتخابات رئاسية مبكرة وخلوا مورسي أما في أوكرانيا لأنه مورسي بتاعهم في أوكرانيا الرئيس لوتشينكو مش بتاع أمريكا فبالتالي راحت تقول اعملوا انتخابات رئاسية مبكرة إذا مورسي هنا أمريكا عايزة لأ انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا عايزة آه انتخابات رئاسية مبكرة نفس الوضع وده شارعي وده شارعي طب ليه؟ لأنه عملاءهم بالتأكيد بيحبوا يحافظوا عليهم الأمريكان أما اللي ضد مصالحهم فيبقوا عايزين يخلاصوا منهم دي واحد اتنين كمان هما بيتابقوا كانوا مراهنين على أن مصر خرجت من الساحة الإفريقية وأنه تم تجميد عدويتها في مجلس سلم والأمن الإفريقي ففجأة بتنفتح أبواب إفريقيا على مصر عاية بأكتر من زيارة الوزير الخارجية لعدة دول إفريقية أخرها اللي بيقوم بها دلوقتي أنه في تنزانيا والكنغو بكرة فضلا عن رئيس الوزارة رايح نيجيريا اللي كانوا بيحركوا منها أو بيرانوا عليها أنها تبقى معاهم جدا المصيبة السوداء كمان خسروا ورقة جنوب أفريقيا كمان لأنهم كانوا بيرانوا على نيجيريا وعلى جنوب أفريقيا فالورقتين بتخسروا رئيس وزراء مصر بتستقبلوا نيجيريا وأيضا جنوب أفريقيا بتبعت وزير الأمن عنده رئيس جهاز المخابرات والتقى النهاردة الرئيس المستشار عدلي منصور الحاجة التالتة والمهمة أن لو تفتح ملف القضية وبدأت المرافعات وعرض الأدلة والمستندات هتكون كارسة هم يعرفوا أنها متدولة بالفعل عند الرأي العام عبر وسائل الإعلام لكن أن تنظر أمام المحكمة وما فيش حجة أن يتم الترافع بيها فحتخطهم في كورنر الحاجة الرابعة أو المهمة هي إشغال قواعدهم اللي بتنصرف عنهم وإحنا شايفين ما بقاش فيه قواعد محاكمات ما فيش ناس بتبقى موجودة فيها إلا المجموعات اللي بتدير عملية استئجار مجموعة من البلطاجية والأطفال والستات طبعا كانوا بيتحركوا بزالوا في أنهم يمرسوا نوع من أنواع الضغط عشان يتقبض عليهم وإصارة المسألة عبر وسائل الإعلام الدولية كل رهاناتهم فاشلة فاشلة يا ولدي عشان كده مرسي رايح جاي رايح جاي هو وقيادات أهله وعشرته وطبعا بيقدموا عروض هبطة ورائعة جدا ممكن تكون بيتدحكنا وبقى فيه حاجة من ريحته أو من صورته بنشوفها بدل دونت ميكس والعفريت والأخط إيدي أطلع خفاش والحاجات اللي لطيفة اللي كان بيقولها دي والسبعة تمانية تلاتة وفحرة ما زلونا نسيت لأنه قموسه مش معايا وما بقيتش بذكر فيه وبقناش بنجوده يعني دي الصورة اللي موجودة هناك أكثر ما يؤلم قيادات جماعة الإخوان إنه أيضا حتى الدولتين اللي بيساعدوهم غير أمريكا وإسرائيل قطر وتركيا الضغوط عليهم كبيرة جدا قطر رئيس كالتركيا رئيس وزراء هواقع في مستنقع فساد ومعارك سياسية رهيبة وعنده انتخابات محلية الشهردة وإضافة الانتخابات رئاسية بعتات أربع شهور فالضغط عليه كبير جدا فما بقاش فاضلهم إلا إنه يقوم راملهم تصريح صغير مسألة الفلوس إنهم يقودوا عنده دي سهلة مقدور عليها يعني وإن كانت بدأت تصير الرأي العام ضده في اللحظة دي فبقى بيقلل شوية من التون أما تميم وغلمان بني تميم فالضغوط من دول مجلس التعاون الخليجي ويبدو أيضا إن الأمريكان بدأوا ينوروله إبعت شوية لأن للأسف مصر بدأت تتجه تجاه روسيا وهتضيع مننا فخف شوية فبيحاول يخف شك كده حنلاحظ إن أعصابهم انفلتت وطلع اللي اسمه محمد منصور يقول قتله الإعلاميين ده الهمش أو ده اللي كانوا متصورين إنهم حيشغلون بيه شكرا شكرا شكرا